أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنزل كتابه المبين وجعله هدى للمتقين ثم قال الله عز وجل وَنَنَبْلُونَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ما مناسبة هذه الآية مناسبتها سلمكم الله إلى أن الله تعالى يقول يا أمة الإسلام يوم أن أكرمكم الله بالدين فلا تحسبوه ستحسبونه حياة رفاهية وراحة لا بد من المشقة فيه لا بد من المشقة فيه ولا بد من الصعوبة ولا بد من أن تواجهكم أعداء الله وستجدون في ذلك قتالاً وفقراً وجوعاً ونقصاً لأنكم ستحملون هذا الدين ربما يشغلكم عن أمر دنياكم فالله تعالى قال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ لاحظ كلمة شيء يفيد أن هذا الذي يصيبكم ليس بشيء أو هو شيء يسير في مقابل ما أنتم فيه من نعمة هذا الدين أرأيتم أن الدنيا كلها ونعيمها لا تساوي شيء مقابل هذا الدين العظيم الذي نحن فيه ونحن عليه مهما كان الإنسان عليه من جوع وخوف ونقص فإن حمله لهذا الدين هو والله الخير كله قال الله عز وجل ذلك تهيئة لهم حتى تتهيئة نفوسهم لما سيغلقون بسبب حملهم لهذا الدين من مواجهة وتضييق وقتال وفقر وغير ذلك طيب هنا سؤال لماذا خص هذه الأمور الأربعة الخوف والجوع ونقص الأموال والأولاد هذه كله يا إخواني متعلقة بالجهد وتبلغ الدين لاحظوا الخوف متعلق بخوف العدو وما يقع بعده يعني لا شك أن الذي يذهب للجهاد يكون في قلبه هذا خوف طبيعي بشري لا تتريب فيه ثم الجوع أيضا لأن الخروج للجهاد والهجرة من البلاد سبب لترك الأموال والفقر المسبب للجوع كما هو حال كثير من المهاجرين الذين تركوا أموالهم أما نقص الأموال فلما ينشأ من قلة العناية بها بسبب خروجهم للغزو إذا خرجوا للغزو والقتال تركوا مزارئهم وثمارهم وأموالهم فضعف إنتاجها والعناية بها فكان ذلك ضعفا فالله عز وجل يقول لنبلو أنكم بشيء من ذلك فاصبروا واحتسبوا ثم نقص الثمرات ونقص من الأموال والأنفس بسبب القتال والثمرات بسبب ما تركهم لرعايتها والعناية بها ومعاهدتها هل وقعت هذه الأمور على الصحابة نعم يقول هنا الرازي في كلام يقول قال القفال أما الخوف الشديد فقد حصل لهم عند مكاشفتهم العرب بسبب الدين وقد كان الخوف في وقعة الأحزاب وأما الجوع فقد أصابهم في أول مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لقلة أموالهم حيث حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يشد الحجر على بطنه وروي أنه صلى الله عليه وسلم خرج التقى لما خرج التقى مع أي بكر وقال ما أخرجي قال الجوع قال أخرجني ما أخرجك وأما نقص الأموال والأنفس فقد يحصل ذلك عند محاربة العدو بأن ينفق الإنسان ماله في الاستعداد للجهاد وقد يقتل وأما نقص الثمرات فقد يكون بالجدب وقد يكون بترك عمارة الضياء والانشغال بجهاد الآدى ثم قال الله عز وجل وبشر الصابرين انظر إلى أن الله عز وجل يعني يهيئهم لذلك ويبشرهم بمقابل ما يصيبهم من البلاء قال وبشر الصابرين ثم ذكر صفات الصابرين الخلص الذين إذا صبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ما مناسبة هذه الجملة للصبر مناسبتها سلمكم الله أن قوله إنا لله متضمنة إقرارهم بالعبودية وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى والرضى بقضائه وقدره فيما يبتليهم به فهم قالوا نحن لله فله سبحانه وتعالى أن يدبرنا على ما يريد هذا هو الإيمان إقرار بعبودية الله وتفويض للأمور إليه إنا لله نحن لله عز وجل فما يكتب لنا فهو خير لنا لأن الله عز وجل لا يريد بنا إلا الخير نعم ثم قوله وإنا إليه راجعون متضمنة كمال اليقين والجزاء عنده يعني نحن لله تعالى وإنا إليه راجعون فيجازين على هذه المصائب وهذا الإبتلاء يقينا بهذا الجزاء فانظروا كيف اجتمعت في هذه الجملة كمال الصبر أنهم لله يصرفهم بما يشاء وهذا استسلام لله وتفويض الأمر إليه وإنا إليه راجعون في إيمانهم ويقينهم بأن جزاءهم الأوفر والأوفى والأكمل عند ربهم يوم يلقونه سبحانه وتعالى يوم القيامة ولاحظوا هنا فائدة نفيسة في التعبير والتعبير القرآني يا إخواني الحقيقة له دلالات عظيمة ولذلك من المنهجية التي يمكن لطالب العلم أن يتلقاها أو يأخذها كمنهج في التفسير أنه يعتني بالتعبير تعبير القرآن لماذا قال الله كذا وماذا نستفيد من التعبير بهذه الجملة كما قلت لكم فلنولينك قبلة ترضاها فالتعبير في قولي فلنولينك لا شك أنه دالم معنا زائد عن معنى فلنوجهنك فيه ولاية وقرب وترضاها فيه معنى الرضا وتمام القناعة بذلك فهنا نأخذ فائدة نفيسة معينة للإنسان على الصبر في أي مصيبة تصيب الإنسان وهي أن الله تعالى قال مبشر الصابر الذين إذا أصبتهم مصيبة ما قال آمنوا قال قالوا وهذا يفيد أن الاعتقاد يقوى بالتصريح والقول يعني قولك إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله على ما أصابنا كلامك هذا يقوي قلبك بالإيمان لاحظ التصريح بالشيء يقوي ولذلك يعني إظهار الأمر وإعلانه يكون في القلب فيه إعزاز وثبات ورسوخ دائما دائما الإنسان إذا أعلن شيء معناته أنه مستقر في قلبه وإذا أخفاه بلسانه معناته أنه عنده شك فيه فكونك تلفظ وتتلفظ بالإيمان والصبر ذلك دال على ما في قلبك من اليقين الراسخ فالتصريح بالأمر بالصبر بهذه الكلمة يقوي الاعتقاد نعم قال الله عز وجل في جزائهم وانظر يا أخواني للجزاء أولئك عليهم صلوات من من؟ من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لاحظوا أن الإشارة هنا للبعيد أولئك دلالة على ماذا؟ دلالة على بعد منزلتهم هنا في الكمال مثل ما قلنا في أول سورة البقرة أولئك على هدن فهم هنا حينما قالوا ذلك واعتقدوه وأيقنوا به فقد اعتلوا في إيمانهم وارتفعوا فهم في مرتبة عليا أولئك ثم قال الله تعالى عليهم ما قال لهم؟ يعني متوجه الأمر لهم عليهم الصلوات ولماذا عبر بالصلوات هنا؟ للدلالة على معني ما هما؟ للدلالة على الثناء عليهم والمغفرة لهم لاحظوا أولئك عليهم صلوات يعني ثناء من الله عز وجل لهم ومغفرة لهم فما أعظم هذا التعبير القرآني الذي جمع هذين المعنيين وأيضا ما الفائدة من الجمع صلوات دون إفرادها؟ ما قال أولئك عليهم صلاة دليل على أو تنبيه على كثرتها منه سبحانه وتعالى ليس صلاة واحدة وليس ثناء واحدا بل هو ثناء متكرر متعدد وهذا الثناء يشمل في الدنيا توفيقا وإرشادا ومحبة منه سبحانه وتعالى العبد وقدفا في قلوب الناس لمحبته وتيسيرا لأمور كل ذلك من الله وفي الآخرة ثوابا ومغفرة فما أعظم هذا التعبير القرآني العظيم وأيضا التعبير بهذا اللفظ أيها الأخوة ومبالغة في كمال الرضا منه سبحانه وتعالى الرضا كمال الرضا منه لأنهم كامل رضاهم بربهم قالوا إنا لله فكان جزاؤهم من الله كمال رضاه عنهم سبحانه وتعالى فانظروا كان الجزاء هنا من جنس العمل ولذلك هذا الجزاء يا أخواني مقابل قولهم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون مقابل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة كيف ذلك؟ فإن قولهم إنا لله وإنا إليه راجعون أو إنا لله يقابله عليهم صلوات من ربهم رضا وثناء ومغفرة وقولهم وإنا إليه راجعون في الجزاء يوم القيامة يقابله ورحمة فالله تعالى يوم القيامة يقابلهم بذلك برحمته سبحانه وتعالى ومغفرته فما أعظم هذا الجزاء ولهذا قال عمر انظر إلى تأمع عمر رضي الله عنه ممن تدبر هذه الآية فقال نعم العدلان وهما أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ونعمة العلاوة أولئك هم المهتدون فالله تعالى زادهم جزاء نعمة العلاوان أو العدلان نعمة العدلان وهما أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ونعمة العلاوة وهي قول أولئك هم المهتدون ثم قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناه عليه أن يطوف بهما ما علاقة هذه الآية بما قبلها هذه الآية اختلف فيها المفسرون يعني أشكلت على بعض المفسرين لأن علاقتها بآية الصبر بعيدة لكن هي متعلقة بآيات القبلة يعني بعد أن ثبت الله تعالى أمر القبلة ورسخها في قلوبهم ونفوسهم توجه إلى شأن ما تعلق بها بالقبلة وهو الصفا والمروة الشعائر الباقية التي فيها خلاف وإشكال فأراد الله تعالى أن يبين حكمها وحكم السعي بينها وإنما ورد فيها إشكال لأن الصفا والمروة كان فيهما صنمان كان فيهما صنمان فكان الأنصار لا يسعون بينهما لأن فيهما صنمان للقريش كانوا لا يريدون أن يتابع قريش على ذلك فلما جاء الإسلام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة كما قالت عائشة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله الآية ولهذا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال أنس رضي الله تعالى أن لما سئل عن الصفا المرى قال كانت من مشاعر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكوا عنهما خشية أن يتبع المشركين فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله وليست من شعائر الجاهلية فلهذا وقع الإشكال ولهذا قال الله عز وجل فلا جناح عليه نعم فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يتطوفوا بهما الأصل الآية أن يقال أو في السياق الأصلي أن يقول فمن حج البيت أو اعتمر فليسع بينهما لكن لما كان هناك حرج واختلاف وخلاف وإشكال الله عز وجل هنا رافع الحرج فقال فلا جناح عليه أن يتطوف بهما نعم وفي هذه الآية أيها الأخوة فائدة مهمة وهي أن الصفا والمروة لا يشرع السعي بينهما إلا في نسك نعم قال الله فمن حج البيت أو اعتمر ولم يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فاتطوفوا بهما قال فمن حج البيت وهذا يجهله بعض الناس خصوصا الذين يأتون من خارج المملكة ليس عندهم علم فتجدهم يطوفون ويسعون السعي لا يشرع إلا مع النسك بخلاف الطواف فهو مرتبط بالنسك وغيره وهذه فائدة نأخذها من هذه الآية ثم قال الله تعالى فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فيه قد يكون هناك يعني تساؤل ما معنى قوله فمن تطوع خيرا تطوع يعني بالصفا والمروة لا تطوع بالحج والعمرة لأن الله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فقال فمن تطوع خيرا ما قال فمن تطوع خيرا بالطواف بهما قال خيرا لاحظوا كلمة خيرا فمن تطوع خيرا وهذا يدل على كل خير وأخصه ما تعلق بالحج والعمرة لأن السياق فيهما رأيتم الأصل هنا أن العموم لكن الأخص هو ما تعلق بالحج والعمرة ولذلك في الحج والعمرة يشرع أيها الأحبة كثرة الخير كثرة الطوار كثرة العمال الصالحة الذكر إقامة ذكر الله عز وجل فهذا من كمال الحج والعمرة ثم قال الله عز وجل في آيات بعد ذلك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا ما مناسبة هذه الآيات مناسبتها أنه بعد أن بيّن حال القبلة ثم حال الأشصف والمروى وحال ما تعلق بهما توجه إلى الذين يكتمون البينات من عندهم من أهل الكتاب تهديداً لهم وتوعداً وإيقافاً لسيل هجومهم على المسلمين كل ذلك مدافعة مدافعة عن المؤمنين من هؤلاء المعارضين ولهذا قال هنا في الفصل معهم انتهى الأمر قال أولئك يلعنهم الله واللعن هو الطرد كأن الله تعالى طردهم من رحمته بعد أن منح الله هذه الأمة الرحمة الكاملة طرد الكافرين المكذبين من أهل الكتاب عنها قال أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون لماذا قال ويلعنهم اللعنون لأنهم أخفوا الحق عن الناس فكان حقهم اللعنة من الناس لما أخفوا الحق كان حقهم اللعنة من الله لأنهم أخفوا أمر الله وكان حقهم اللعنة من الناس لأنهم أخفوا عن الناس الحق الذي أمرهم الله تعالى بيانه إلى آخر الآيات كلها ثم قال إلا الذين تابوا ترغيبا لهم في التوبة ترغيبا لهم في التوبة يعني الله عز وجل ما قطع عنهم الأمر أمر الرجوع وإنما قطع عنهم الرحمة ما داموا على الكفر ثم قال الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار يعني إن استمروا على هذا فسيجدون عند الله في الآخرة بعد لعنتهم في الدنيا لعنة الآخرة يعني اللعنة الأولى لعنة الدنيا بسبب كتمانهم واللعنة الثانية بعد موتهم وهي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لعنات متتالية متتابعة على من كفر وكذب بعد هذا البيان التام خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ثم انتقل الحديث إلى مقطع آخر يعني انتهى مع الكافرين والأهل الكتاب انتهى قطع الأمر معهم توجه إلى المؤمنين بتوحيد في بيان أصل تشريعهم كأن الله تعالى قال يا أيها المؤمنون إن أصل تشريعكم التشريع الكامل الذي سيأتيكم وسيمنحكم الله أصله التوحيد فكل عبادة لله عز وجل مرتبطة بالتوحيد وكلما خرجت هذه العبادة عن التوحيد فهي غير مقبولة بمعنى أن الإنسان إذا جاء يصلي وصلى لغير الله عز وجل يعني راء في صلاته فلا تقبل صلاته أي إنسان يقوم بعمل ليس من دين الله عز وجل فهو مردود عليه لأن من التوحيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فانظروا كيف أراد أن يجعل هذه قاعدة للتشريع الذي سيبدأ في تشريعه بعد ذلك في بيانه وتفصيله فهذه الآية إلهكم إلههم واحد واردة في تقرير أصل التشريع وهو التوحيد وبيان أدلته الكونية والشرعية الشرعية إعلاما به وتجديدا له لأنه بدأ في بداية الحديث يا أيها الناس عبدوا ربكم ثم فصل في الحديث في مواجهتي ومخاطبتي ومحاجتي بني إسرائيل وأطال الحديث عنهم فكأن الله تعالى هنا رد الحديث إلى الحديث الأول إلى النداء الأول رد الكلام في العقيدة والتوحيد إلى الكلام الأول يا أيها الناس عبدوا ربكم فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ولاحظوا وتأملوا أيها الأخوة كيف جمعت الآية بين الترغيب والترهيب لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فكأن الله تعالى أراد أن يبين أن هذه القاعدة ستنطلقون منها إلى الرحمة بهذا التشريع الذي هو رحمة الله عز وجل ولهذا نقول أيها الأخوة أن أعظم تشريع فيه رحمة للناس هو ما يشرعه الله سبحانه وتعالى ثم قال الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخري بين السماء والأرض لآيات اللي قام يعقلون ما فائدة ذكر هذه الآيات هي ترسيخ التوحيد في قلوبهم هو الآن أراد أن يرسخ التوحيد مرة أخرى انظروا إلى هذه العناية الربانية بأمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف أن الله تعالى أراد أن يرسخ ويرسخ ويرسخ هذه القاعدة حتى لا يكون هناك مجال لزعزعتها فما أعظم عناية الله ولهذا قال الشيخ الإسلام في كلام من فصل ذكرت في مواضع كثيرة يعني مستقر عنده الأمر ذكرت في مواضع كثيرة ما اجتملت عليه سورة البقرة من أصول الدين وقواعد الدين من أصول العلم اللي هو التوحيد وقواعد الدين الذي هو الشريعة فهذه السورة قد رسخت ورست وثبتت جميع التوابت في بناء التوحيد في نفوس الصحابة لأنها تعني بترسيخها قال الرازي في تخصيص هذه الأمور الثمانية قال خص هذه الأمور الثمانية بالذكر في قوله إن في خلق السماوات وما بعدها قال لأنها جامعة بين كونها دلائل أدلة وبراهين وبين كونها نعما على المكلفين على أوفر حظ نصير هي دلائل تدلك على الإله الحق وهي نعم تنعمت بها من نعم الله عز وجل دالة على رعاية الله وتمام رحمته بالخلق وقيامه بشؤونهم ثم قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله هذه الآية أيها الأخوة واردة في بيان حال المخالفين للتوحيد يعني بعد أن ذكر التوحيد ذكر الطائفة المخالفة لهذا التوحيد تحذيرا للمؤمنين من أن يتشبهوا بهم أو يتأثروا بهم لأنهم كانوا خالطين لهم فعرفت كما قال حذيفة نعم كنت أسأل عن الشر لا للشر وكان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر حذرا أن أقع فيه فالله تعالى هنا يبين للناس طائفة من الذين حرفت عن التوحيد من هي الطائفة المشركة قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هذا فبيان المخالفين من أهل الكتاب والمشركين وظلال عقولهم وقبح فعالهم في اتخاذهم أندادا لله عز وجل بل ومحبتهم معه بعد ظهور الحق أنه الإله الحق أرأيتم كيف هؤلاء وظلالهم وسفاهاتهم وقبح فعالهم لا والله ثم قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله ما المقصود هنا سلامكم الله المقصود بالأنداد هنا اختلف المفسرون فقيل بالأنداد هي الآلهة قيل بالأنداد هم أربابهم ورؤساءهم وزعماءهم الذين يأمرونهم وينهونهم فأيهما أو لا كلاهما لأن هذه الآلهة يعبدونها من دون الله وهؤلاء الرؤساء يطيعونهم من دون الله تأملوا فجمعوا بما هو لله خاصة بين الشرك به في التوحيد والشرك به في الطاعة فأشركوا بالله في التوحيد وفي العبادة فكأن الله تعالى يحذر من هؤلاء الذين يطيعون الرؤساءهم وزعماءهم وساساتهم في الطاعة في الأوامر لأن الآيات هنا ستأتي بعد ذلك في الأوامر والتشريعات فذكر الله تعالى هنا هنا طاعتهم نعم والمراد بمحبتهم أندادهم ما هي محبة الطاعة التعظيم والطاعة والتقرب والانقياد يحبونهم كحب الله أي أنهم أشركوا في محبتهم هؤلاء محبتهم لله هؤلاء فهم نعم فيكون قد أثبت لهم محبة الله لكنهم أشركوا هذه المحبة هؤلاء وتعالى الله تعالى عما يشركون قال الله عز وجل والذين آمنوا وشدوا حبا لله لح هنا ترغيب وتشويق وإئثناء من الله عز وجل للذين آمنوا قال والذين آمنوا وشدوا حبا لله لكن هذه الآية يا أخواني لا تدل دلالة لا قريبه ولا بعيدة على أن المؤمنين يحبون ولو شيء يسيرا من غير الله لأن المقصود هنا المقارنة في محبة المؤمنين الله ومحبة هؤلاء لله ليست المقارنة بين الاشتراك بين حب الله والأنداد لاحظوا دقيقة المسألة يا أخواني قال والذين آمنوا أشدوا حبا لله والذين آمنوا أشدوا حبا لله طيب هل المؤمنون يحبون غير الله لكن محبة الله أشد كلا محاشا وإنما المقصود أن هؤلاء الكافرون يحبون الله محبة مشتركة أما المؤمنون يحبون الله محبة خالصة هذا معنى التعبير بل قوله أشد يدل على أنهم يحبون الله حبا تاما فالتعبير أشد هنا أبلغ من التعبير بحب يعني لم يقل الذين آمنوا أشد نعم الذين آمنوا أكثر لو قال أكثر ربما دل لكن قال أشد مما يدل على قوة محبتهم لله عز وجل فالمؤمنون قد خلصت محبتهم لله سبحانه وتعالى والمؤمنون محبتهم صادقة لله دائما في الرخاء وفي الشدة أما أولئك فهم يحبون الله في الشدة ويتركونه في الرخاء قال الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ما هي ما غرض هذه الجملة غرضها بيان شناعة حالهم في الآخرة بعد بيان شناعة حالهم في الدنيا كأنه رادا يقول هؤلاء الذين يشركون سيرون أن هؤلاء الآلهة والأصنام الرؤساء هم الذين يتبرؤون منهم يوم القيامة عياذا بالله والله إن هذا لفي ضلال مبين تجده يقدسه ويأبده ويطيع في الدنيا ثم يوم القيامة هذا المرء هذا الرئيس وهذا الزعيم وهذا الذي يعبده هو الذي يتبرأ من هؤلاء أليس هذا دليل على خسرانهم التام في الدنيا والآخرة بلى والله ولهذا قال وأن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أي تهديد لهم وتخويف لهم يوم القيامة ثم قال التبرأ الذين اتبعوا من هم الذين اتبعوا الرؤساء التبرأ الذين اتبعوا الرؤساء من الذين اتبعوا وهم المتبوع التابعين ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب قال الله عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان هذه الآية إخواني الكرام هذه الآية واردة في ماذا هذه الآية إخواني هي بداية بداية يمكن أن نقال بداية التشريع بماذا يعني هنا بيان الأصل في التشريع بيان الأصل في التشريع وهو الحل وأن التشريع قائم على أصلين عظيمين أنه الحلال الذي أمر الله تعالى به والطيب حلالا طيبا فكل طيب فالشرع يأمر به كل حلال فهو داخل في الشرع فهذه آية أصل في بيان ما اجتملت عليه الشريعة بأنها في الحلال الطيب وأنها منتفي وأنه ينتفي عنها الخبيث النجس غير الطاهر نعم غير الطاهر ولهذا قال بعد ذلك ولا تتبعوا خطوات الشيطان تحذيرا لهم من أن يتبعوا خطوات الشيطان التي هو الخبيث الحرام الخبيث كل حرام الخبيث فهو طريق الشيطان كل حلالا طيب فهو طريق الله وهو شريعة الله عز وجل طيب لماذا بدأ بذكر المطاعم والمكاسب قبل غيرها ابتدأ الله عز وجل بذلك ليصح التوحيد ويمحصه مما واقع فيه من مخالفة من المشركين وأهل الكتاب قال إنما يأمركم الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه الأعمال المذكورة أيها الأخوة ثلاثة بالسوء وما هو السوء ما هو السوء خص غائر هو كل شر عاقبته سيئة مما قد يكون ظاهره حسن لكن عاقبته سيئة عند الله والفحشاء هي الكبائر وهي كل ما ظاهره القبح والسوء ما ظاهره القبح فهو فاحش وقول على الله عز وجل بغير علم مثل ماذا الشرك والكفر تحليل ما أحلى الله وتحريم ما أحلى الله تحريم ما أحلى الله وتحليل ما أحرم الله فأتى هنا بأن الشيطان يأمر بكل المعاصي السيئة الصغيرة والفاحشة والكفر والشرك وهو القول على الله عز وجل سبحانه وتعالى في هذه الآية ونأخذ قواعد مهمة أن التشريع مبني على التوحيد أن التشريع مبني على التوحيد متفرع عنه وأن التوحيد مستلزم لاتباع التشريع وأيضا نأخذ منها أن مصدر الحلال ومن شأه هو الشريعة ومصدر الحرام ومن شأه هو الشيطان وما يأمر به ونأخذ منها أن أصل الشريعة الإسلامية الحل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض أصل الشريعة الحل أصلك يعني هو الأصل ما لم يأتي تحريم فالأصل الحل لو يخرج منتج ما ندري وشهو حلال وحرام فالأصل فيه الأصل فيه الحل ما لم نعلم طريقا لحرمته فهذه قاعدة عظيمة يا أخواني في الدين تريح الإنسان معنى المحرمات معدودة والمباحات موسعة وهذا دليل على كرم الله وفضله على هذه الأمة رابعا أن شرع الله مبني على موافقة الطبائع البشرية وفطر السليمة من أين نأخذها من الآية شريعة الله موافقة للطبائع البشرية والفطر السليمة نأخذه من قوله طيبا نأخذه من قوله طيبا بخلاف ما يأمر به الشيطان ويأمر به الشيطان فهو مخالف للطبائع البشرية والفطر السليم خامسا أن كل ما أمر الله به وشرعه فهو حلال طيب وكل ما أمر به الشيطان فهو حرام خبيث سادسا أن كل حلال طيب أن كل حلال فهو طيب وكل طيب فهو حلال وكل ما أمر به الشيطان فهو حرام خبيث وكل محرم خبيث وكل خبيث محرم ثم ذكر الله آية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله هذه الآية أيها الأخوة في بيان موقف المكذبين من التشريع كأنهم قالوا بل نتبع ما ألفين عليه أبائنا لن نتبع هذه الشريعة فكأنهم أعلنوا كفرهم وإشراكهم ثم بعد ذلك قال الله تعالى مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صموا بكم فهم لا يعقلون ماذا تفيد هذه الآية؟ تفيد أن هؤلاء الكافرين الذين يتبعون أربابهم ورؤساءهم مثلا نعم تناديها فتأتي تسوقها فتذهب فكذلك هؤلاء يسوقونهم هؤلاء أربابهم حيث يشاءون فيحلون لهم ما يريدون ويحرمون ما يحرمون فقال الله مثل الذين كفروا هؤلاء المتبعون لأربابهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء كمثل البهائم هم يتبعون أهواء رؤسائهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون حكم الله تعالى عليهم كأن الله تعالى يحكم عليهم بذلك ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وأن هذه الآية دالة على أصل التشريع وهو الحل وبين الله تعالى فيها ما حله الله تعالى وهو الحلال الطيب في هذه الآية أيها الأخوة التي معنا يا أيها الذين آمنوا تأكيد للآية السابقة تأكيد وتوسيع لهذا الطيب يعني الله عز وجل ذكر في الآية السابقة بيان الحل هنا بين الله تعالى سعة هذا الطيب وذكر الله تعالى أنه حلاء أنه واسع وأنه يستحق منكم استشعار منة الله عز وجل بهذه النعمة وهذا التوسيع والشكر والعبادة والامتثال قطعا ومنعا لابتداع في الدين وبيانا لذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم تلك الآية الخطاب كان فيها للناس وهذه الخطاب فيها للمؤمنين لأن تلك الخطاب فيها للناس عموما ويدخل فيها الكافرين والأهل الكتاب لبيان أن ما شرعه الله عز وجل فهو الحلال الطيب فإن كنتم تريدون الحلال الطيب فادخلوا في هذه الآية فكان النداء هناك عاما ثم لما بين أنهم لم يستجيبوا فقالوا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ما أنزل أنا قالوا نؤمنوا الآية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا فلما أنهم جانبوا الحق واتباع الحق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أي كونوا أنتم على الحق واشكروا الله عز وجل على هذا هذه الهداية والتوفيق كلوا من طيبات ما رزقناكم ولاحظوا أنه قال مما رزقناكم أو من طيبات ما رزقناكم أي أن هذه الطيبات منا من الله حلها الله لكم وقد وسعها لكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون لاحظوا أنه قارن بين الشكر والعبادة فتبين أن شكر الله يتحقق بعبادته حق عبادته أي كل من هذه الطيبات وامتثلوا أمر الله عز وجل بعبادته فذلك هو شكرها ليس هو شكرها باللسان وإنما هو باللسان والعمل والطيبات المراد بها كما ذكر شيخ الإسلام هي ما أباحه الله مما هو نافع للبدن والعقل والروح هو مما هو نافع للبدن والعقل والروح وضده الخبيث وهو ما حرمه الله مما هو ضار للبدن والعقل والروح فما كان نافعا للبدن فهو حلاء طيب والعقل كذلك والروح كذلك وبضدها تبين الأشياء وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا يعني كل من الطيبات أولا لبيان كما ذكرت لكم توسيع الله على عباده في شرعه في مقابل ما كان عليه المشركون وأهل الكتاب من التضييق والتشديد بتحريم بعض الطيبات على وجه التقرب تشريعا من أنفسهم هم ضيقوا على أنفسهم بتحريم أحل الله فالله تعالى يقول أنا وسعت لكم هذا التشريع ثم أيضا الغرض الثاني في التخصيص الطيبات هنا إزالة ما قد يظن بأن الدين يمنع التوسع ويأمر بالتضييق على النفس أو التشديد عليها وحرمانها بالتمتع بما رزقها الله هكذا قد يظن الإنسان وهكذا يظن غير المسلم يظن غير المسلم أن الإسلام يضيق عليه هكذا يصور الشيطان له ذلك ولكن الحقيقة العكس هو أن الله يوسع لك الطيبات ويحرم عليك جزءا مما هو ضار بك وغير نافع فيستثنيه فتبين بهذا إزالة ما قد يتصور بأن هذا الدين يمنع التوسع في ما ينفع النفس من الطيبات أو يضيق عليها في ذلك والمراد بالشكر واشكر لله كما ذكرت لكم يشمل القلب واللسان والجوارح وهو مستلزم للاتباع الكامل لما أمر الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى حينما يؤتيك الإنسان كأنك إذا كنت موظفا عنده فيعطيك راتبك وزيادة لا شك أن هذا يدعو إلى أن تعمل له بإخلاص وجد ومضاعفة إذا كان ولله المثل الأعلى ربك أعطاك كل شيء ومنحك هذا الرزق المبارك وأحله لك ولم يضيق كان حقا عليك أن تفيض له سبحانه وتعالى من الشكر والإبادة وأن تسخر نفسك عبودية له تقدم له كل ما باستطاعتك وجهدك تقربا وعبادة لله سبحانه وتعالى ولهذا قال إن كنتم يا وتعبودون كنتم تعبودون حقيقة فاشكروا نسأل الله التوفيق لنا ولكم والتحقيق الأبودية التامة صلى الله وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر